اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة العلم طلبة الصف الثاني عشر اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في برنامجكم درس على الهواء واليوم باذن الله مع حلقة اخرى من حلقات مادة الاحياء وستكون كما قلنا في المرة الماضية بعنوان مراقعة في التنظيم العصبي وانتم درستم التنظيم العصبي وعرفتم عظمة الخالق عندما قعل الجهاز العصبي في احسن صورة ورأيتم كيف ينتقل السيال في اثناء مروره في الخلايا ونحن في هذه المراقعة لسنا ممن سيعيد شرح المعلومات ويبدأ من الكتاب من شرح من الدروس التي شرحت منذ البداية وحتى النهاية ولكن سنكون معنا المراقعة على هيئة اسئلة سنترحها اليكم واثناء طرحنا لهذه الاسئلة ومناقشتنا سنشرح المعلومات المتعلقة والتي شرحت في الكتاب وهذه الاسئلة هي اسئلة تتناسب مع افكار الاختبارات التي اتت في السنوات الماضية لهذا الفصل والتنظيم العصبي وفي مادة الاحياء وطبعا التنظيم العصبي عند درسين سيكون فيها في الاختبار القصير اللي هو التشابك العصبي واقسام الجهاز وباقي الدروس ستكون ان شاء الله في الاختبار النهائي الذي سيكون في اخر هذا العام باذن الله سنبدأ معكم باذن الله مع اول سؤال طبعا اول سؤال سيكون موضوعي ثم سننتقل الى الاسئلة المقالية ونريد منكم التركيز لهذه الاشياء لان هي كما قلت لك تتناسب مع افكار الامتحانات وافكار الاختبارات التي تاتي للطلاب كثيرا في امتحانات الثانية عشر خلال السنوات الماضية نبدأ الى سؤالنا الاول اختر الايجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة واحد السؤال الاول نوع الخلية العصبية المشار اليها بالرمز اكس في الشكل التالي نحن سننتي الى الشكل طبعا اللي معنا وننفصل فيه الكلام بعد شوية عندنا الخلية خلية خلية حسية خلية حركية خلية موصلة خلية طرفية الان اللي معنا الذي هي خلية اكس السؤال النوع الخلية العصبية المشار اليها بالرمز اكس هذا الخلية العصبية المشار اليها بالرمز اكس هذا اللي معنا estan رمز اكس طيب هذا قهد الفعل ينتقل بهذا الطريقة الآن وصل إلى هنا بدت الآن الحواصلات تتحرك هذه طبعا المعنى أنت درستوها في الكتاب في منطقة التشابك العصبي ونحن الآن سؤالنا على نوع الخلية ودرست أنواع الخلايا درست الخلية العصبية ودرستم أنواعها فالآن سؤالنا الخلية X هذه من أي نوع هذه الخلية X السيال العصب انتقل هنا ثم انتقلت هذه اللي هي النواقل الكيميائية ذهبت إلى هذه المنطقة هذه المنطقة سؤالنا الآن هذه الخلية X ما هي نوعها كيف أنا أعرف النوع أنا أعرف النوع من الشكل ما شي حل آخر إلا أنظر للشكل وأمعني النظر في الشكل هنا في الشكل كتب لي هذه كتب لي عضلة ماذا تفيدني هذه العضلة هذه تفيدني أنه الآن هذه عضلة وهي عبارة عن أي شيء عبارة عن عضو استقابة العضلة عبارة عن عضو استقابة طيب الخلية هذه اللي في الأعلى هي الأكس عبارة عن خلية عصبية هذه الخلية العصبية ستنقل سيال عصبي إلى عضو استقابة اللي هي هنا العضلة إذن هذه العضلة اللي معي هي عبارة عن عضو استقابة أي خلية عصبية الثلاثة طبعا عندي ثلاث أنواع من الخلائل العصبية خلية عصبية حسية وخلية عصبية موصلة وخلية عصبية حركية الآن سؤالي الحسية من أين تتلقى الرسائل الحسية تأخذ من أعضاء الحس وترسلها إلى الخلية العصبية الموصلة الموجودة في الجهاز العصب المركزي هذه الحسية الموصلة أين توجد الموصلة توجد في الجهاز العصب المركزي الحركية أين توجد الحركية تأتي من بعد الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستقابة إذن السؤال هنا معنا هنا السؤال من خلال هذا الشكل أنا استطعت أن أميز أن هذا القواب سيكون القواب باء أن هذا الخلية عبارة عن خلية عصبية حركية لأن هنا كتب عندي عضلة قد يأتي سؤال آخر أو شكل آخر أعطئي في الكتاب أو في الاختبار ويعطيني معطيات السؤال أنه ليست هنا عضو استقابة وإنما قد يكون عضو حس مثل قلد ويأتي من بعد خلية عصبية هذه ستكون ماذا؟ ستكون خلية عصبية حسية لماذا؟ لأن هنا عندي عضو حس ثم أتت خلية عصبية يعني لو غيرنا الشكل هذا وشوي غيرناه نخدم غيره ونعطي الطالب سؤال آخر أن نكتب هنا عضو حس أو قلد أو أي شيء من أعضاء الحس ثم تأتي خلية عصبية أخرى وسنقول للطالب هذه الآن الخلية العصبية أو نكتب لها أكس مثل هذه اللي كتبنا فيها نوع الخلية العصبية ماذا؟ ستقول لي أن الخلية العصبية هذه حسية لماذا؟ لأن هي التي تنقل معلومات حسية من أعضاء الحس إلى أين تنقلها؟ تنقلها إلى خلية عصبية موصلة سؤال آخر لو سألنا هذه من أين أتتها هذه الأوامر؟ هذه أكس استقبلت هذه الأوامر الآن آتي إليها اللي هو قهد الفعل من أين أتى؟ ستقول لي أتى من خلية عصبية موصلة الخلية العصبية الحركية تستقبل من موصلة وترسل إلى عضو استقابة فهناك أفكار كثيرة الطالب في الامتحان عليه فقط أن يركز في حول هذا الموضوع في حول هذه الأسئلة أن يركز فيها أكثر ويحاول أن يتماعن النظر في الأشكال التي يعطى إليها لكي يصل إلى الإيجابة هذا سؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني وأخذنا الأفكار التي تتعلق بهذا الشكل الأول والسؤال الأول السؤال الثاني أي البدائل الآتية يعبر عن حالة قهد الغشاء في الفترات الزمنية المشار إليها في الشكل بالرموز لاحظ الرموز A و B و C و D هذا الشكل والآن مطلوب قهد الغشاء يعني في السؤال عندما تقرأ السؤال في الامتحانات حاول أن تنظر للسؤال وتقرأه مليا بحيث أنك تحاول أن تصل للأشياء المطلوبة في أي سؤال فتقول هنا مطلوب حالة قهد الغشاء طيب مطلوب هنا قهد الغشاء في الحالات هذه A و B و C و D وهذا عندي قهد الغشاء و أنا أعطيت المنحنة هذا هذا المنحنة أنتم درستوه ومر عليكم في التنظيم العصبي الآن قبل أن أأتي إلى الإختار و طبعا قهد الغشاء ماذا يقصد منه يقصد من قهدين نحن درستنا في الكتاب قهدين القهد الأول قهد راحة والقهد الثاني قهد فعل طيب نأتي إلى A A في أي قهد A ستكون في قهد راحة طيب طالب يسألني يقول لي يا أستاذ كيف قلتنا أن هذه قهد راحة أقول لك من أين عرفنا أنها قهد راحة عرفنا أنها قهد راحة من هذه سالب سبعين ميلي فولت السالب سبعين الميلي فولت هي والبداية هذه لأن الخلية تكون في قهد راحة ثم يأتيها المنبه هذه استقبلت منبه الآن كانت في فتة راحة وهنا عندك هذه أنا الآن أسوي له خط منقط هذا هذا الخط المنقط يوضح لي شيء آخر اللي هو أي شيء يوضح لي اللي هو حد شدة العتبة حد شدة العتبة طيب هذه في راحة B ماذا ستكون في أي قهد ستكون B لاحظ أن المنحنى ارتفع بمعنى أن هذا ستكون في قهد فعل في قهد فعل C ماذا في أي قهد C في قهد فعل الآن منحنى ينزل هل رقعت إلى الراحة؟ هل الآن هي وصلت إلى ما كانت عليه سابقاً اللي هي في عند A لا بعد الما رقعت متى رقعت في D وصلت إلى قهد الراحة؟ فأكتب هنا مرة أخرى اللي هي قهد راحة أكتب قهد راحة فإذن هي راحة فعل فعل راحة أنا عرفت هذا أبدأ الآن أذهب إلى الشكل إلى الإختار اللي أعطيت إياه إلى البدائل وأبحث عن الكلام اللي أعطت أنا بحثت عنه ودرسته في الشكل وقرأته وحللته خلال الشكل وأبحث عن البديل المناسب سيكون البديل راحة فعل فعل راحة إذن سيكون القواب معي باء لأنه هي اللي كانت في الراحة ثم أصبحت في الفعل ثم فعل ثم في الدي ستكون راحة ستكون راحة هناك أسئلة أخرى ستأتي لبعض الأشياء نحن الآن ننتقل تدريجيا في بعض الأفكار كما قلت لك المهمة التي هي مهمة أن تعلمها ومهمة في الاختبارات التي ستكون إن شاء الله اختبارات السابقة والاختبار التي سيأتيك إن شاء الله في نهاية العام اتقاه سؤال الثالث اتقاه مرور السيال العصبي الحركي لاحظ أنا الآن أكتب أسوي لك على هذه الحركة مربع لماذا أكتب لك هذه مهمة كلمة مهمة اتقاه سيال عصبي حركي الآن أنا حركي وليس حسي إذن بما أنه حركي أحل الآن أنا درست حسي ودرست حركي درست اتقاهين حسي ودرست اتقاه حركي طيب لقلب الإنسان عند ممارسة رياضة القري رياضة القري عندما أمارس رياضة القري ماذا يحدث لقلب الإنسان سيحدث شيء هذا شيء طبيعي أنت تستنتق هذا الشيء سيحدث زيادة لنبضات القلب لأنه عندما تركض ستزيد من نبضات ستزيد نبضات القلب سيزيد القلب الآن أنا عند اتقاه سيال حركي كيف سيكون اتقاه سيال حركي الحركي يكون من جهاز العصب المركزي إلى الجهاز إلى عضل استقابة هذا حركي قبل كان سؤال معنا في أول سؤال الحسي كيف يكون اتقاهه الحسي يكون من أعضاء الحس أو أعضاء الجسم إلى الجهاز العصب المركزي اتقاهي اتقاه الأول حسي بهذا الطريقة لو هنا كتبت هنا جهاز عصبي مركزي هنا أكتب المركزي وهنا أعضاء أقول الجسم أو أعضاء الحس سيكون اتقاه سيال العصبي بهذا الطريقة حسي طيب بالطريقة الأخرى سيكون اتقاه السيال بهذا الطريقة حركي مهم هذا الشيء نعلمه أن السؤال الأسئلة في الامتحانات قد تكتب لي حسي قد تكتب لي حركي أنا من خلال ما يكتب لي أحاول أن أستنتق الإجابة وأصل إلى الإجابة التي هي مطلوبة في السؤال قد يكون السؤال موضوعي وقد يكون سؤال مقالي ولكن من خلال الكلمات أنا أحلل وأصل للإجابة التي وأتوصل إليها هذه الإجابة التي هي مطلوبة اتقاه مرور السيال العصبي الحركي لقلب الإنسان عند ممارسة رياضة القري هذا أنا الآن خلال تحليلنا فقط لبداية معطيات السؤال وبداية كلمات السؤال الآن عندي القلب وعندي الجهاز العصبي الطرفي القسمي عين هذا القلب جيم الجهاز العصبي الطرفي الذاتي الآن عندي الذاتي هذا لام طيب وهذا عندي شكل الآن اللي عندي اللي هو ميم الآن سؤال ميم هذا ماذا سيكون ميم ميم عبارة عن جهاز عصبي مركزي جهاز عصبي مركزي لو سئلت عن سيال عصبي حسي من جيم إلى عين أو لام ثم ميم هذا حسي طيب لو سئلت عن سيال عصبي حركي سيكون كيف الاتقاه من ميم إلى عين أو لام أو جيم فالسؤال الذي أعطي أنا من خلال السؤال أتوصل للإقابة فالآن عندي حركي يعني من ميم إلى واحد من هل الاثنين إلى جيم أعطيت البدائل جيم عين ميم هذا حسي جيم لام ميم هذا حسي اتقاه سيال عصبي حسي طيب ميم عين جيم ميم عين جيم هذا حركي ميم لام جيم الدال ستكون حركي طيب أي واحد منهم سيكون الجواب الجواب إما جيم أو دال الجواب طيب أين سيكون الجواب عين أو لام يعني الآن عرفنا ميم ستذهب إلى عين الاتقاه لنبضات القلب أو إلى اللام إلى الطرف القسمي بمعنى آخر أو الطرفي الذاتي بإمكانك أن تفتح الكتاب في الجهاز العصبي الطرفي الآن وتقرأ المعلومات الموجودة في الكتاب معك تقرأ عن السنبثاوي والبارا سنبثاوي زيادة نبضات القلب أثناء القري يتم عن طريق أي جهاز يتم عن طريق جهاز السنبثاوي طيب هذا السنبثاوي وكلمة القري التي كتبت الآن في السؤال موجودة بالكلمة وبالنص في الكتاب معك كتبت مثل القري والخضوع لاختبار ماء بإمكانك أن تعود إلى الكتاب طيب هذا القري الآن وزيادة نبضات القلب وزيادة معدد التنفس وزيادة معنى وزيادة إطلاق القلوكوز كل هذه الأشياء التي معنى في جهاز السنبثاوي الذي عندك في الشكل سنبثاوي بارا سنبثاوي هذه الآن بأي جهاز جهاز عصبي طرفي ذاتي أو جهاز عصبي طرفي قسمي طبعا الجواب جهاز عصبي طرفي ذاتي جهاز عصبي طرفي ذاتي إذن سيكون الجواب ميم لام جيم ميم لام جيم لماذا أن أذهب إلى لام ما أذهب إلى جيم لأن جيم هي عبارة عن أشياء إرادية يقال لك ويخضع هذا للتنظيم للحركات الإرادية اللي هو الجسمي وبإمكانك أن تفتح الكتاب الآن وتعود إلى الكتاب وتقرأ ما هو موجود في الكتاب معكم وطبعا بإمكانكم تعود إليه فالآن نحن الذي نركز عليه أنه دقات القلب قلب القلب عند ممارسة رياضة القري سيكون عند جهاز السنبثاوي بمعنى أنه سيكون القواب معنى ميم لام جيم ميم لام جيم وطبعا سيكون القواب اللي هو معنى ميم لام جيم ليدال هي الإجابة الصحيحة لاحظ أنه في الاختبارات في الاختبارات قد تعطى شكل لا أريد من الطلاب أن يأتيهم سؤال ويبدأ مباشرة بالحكم على السؤال يقول لك أن هذا السؤال صعب وأن هذا السؤال لا أستطيع حله وأن هذا السؤال ما درسناه كثير من الطلاب يصدر هذه العبارات عندما يأتي السؤال لا تستعقل لا تستعقل في الأحكام بل حاول أن تتماعن في السؤال وتقرأ وتحلل لاحظ أننا الآن نحلل كل شيء حللناه في السؤال وتوصلنا إلى الإجابة مع كل وقت لماذا تستعقل أنت في الوقت ولماذا أنت مستعقل أنت عندك الوقت خذ راحتك في الحل وحاول أن تتوصل إلى الإجابة من خلال ما أنت درست في الكتاب نحن لا نخرج من الكتاب الآن نعود لك وقول لك افتح في الكتاب افتح في الكتاب لأن كل السؤال هذا موجود معك في الكتاب وإجابته موجودة معك ننتقل إلى سؤال آخر إذا علمت أن حد شدة العتبة لخلية عصبية هو سالب 55 ميلي بولت حد العتبة سالب 55 ميلي بولت البديل الصحيح الذي يصف حالة هذه الخلية عند وصول منبه للخلية شدته سالب 63 سالب 63 أنا عندي هذا خلية العصبية نحن عندنا دائما نقول سالب 70 اللي هو قهد الراحة يبدأ عند سالب 70 الآن عندي سالب 63 عندي حد شدة العتبة سيكون هنا حد شدة العتبة كم؟ سالب سالب 55 حد شدة العتبة هو سالب 55 طيب هذا حد شدة العتبة وصل المنبه إلى سالب 63 الآن سؤالي الآن سؤالي هذه السالب 63 أين موقعها؟ إذا كانت موقعها أعلى وصلت إلى السالب 55 أو قاوزت من هنا طبعا هنا أقول الصفر هنا الصفر وهنا سيبدأ الموقب في الأعلى سؤالي الآن سالب 63 هل هي قبل السالب 55 أو بعد سالب 55 في هذا المكان وهذا المكان في هذا المكان طبعا الطلاب هنا عندما ينظر لهذا ونا أريد أن أصل لهذا لهذا الشيء أن بعض الطلاب عندما يصل لـ 63 نحن الآن نتكلم بالسالب نحن الآن نتكلم بالموقب فبعض الطلاب للأسف الشديد وكثير من الطلاب يظن أن السالب 63 يعني هي أكثر يعني في الأعلى لا هي بين السالب 70 والسالب 55 السالب 70 والسالب من 55 فمخرجنا حتى الآن يقول يقول الآن هي بين السالب 70 والسالب 55 هي سالب 70 ثم بعد ذلك سالب 69 تنقص تنقص سالب 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 حتى نوصل إلى سالب 1 ثم الصفر نحن ننزل على هذا الحال فإذا معنا السؤال اللي الآن معي أنا سالب 63 هي هنا موقعها هذا سالب 63 هنا موقعها في هذا المكان يعني هل وصلت أو لم تصل ما وصلت حد شد العتبة بما أنه هنا موقعها ما وصلت الذي وصلت هي سالب 55 والتي في الأعلى في التدريق اللي هي سالب 55 سالب 54 سالب 53 وهكذا حتى نصل إلى الصفر وبعد الصفر يصل إلى ذلك حد العتبة حد شدة العتبة هو الحد كما درستم الذي إذا وصل إليه أو قاوزه لشدة المنبه سيؤدي إلى أنه يمر سيال عصبي وإذا ما وصل إليه لا يمر سيال عصبي هنا سالب 63 سالب 63 لم يصل إلى حد شدة العتبة إذن نأتي إلى البدائل نأتي إلى البدائل يتكون سيال عصبي له استقابة قوية طبعاً إقابة خطأ بأ يتكون سيال عصبي له سرعة بطيئة إقابة خطأ الإقابة خطأ طيب البديل الآخر الجيم لا تحدث استقابة لهذا المنبه هو الإقابة الصحيحة هي الإقابة الصحيحة فلاحظ معنا هي أفكار سهلة أفكار بسيطة بس مجرد أن تحتاج أن تركز وتقرأ الكلمات كلمات السؤال وتحلل وتكون فاهم المعلومات التي مرت عليك وخلال الحلقات الماضية وتوظف هذا الكلام من أجل الوصول إلى الإقابة طبعا على هذا قفي سؤال في أحد الاختبارات أنه قدول وتعضطت الخلية لثلاثة منبهات المنبه الأول والمنبه الثاني والمنبه الثالث وأعطي أرقام مثل هذه الأرقام لنا توأتكلم عنها وكان طبعا أنه بدأت بمثلا سالب سبعين سالب سبعين ثم سالب ستين ثم بعد ذلك سالب مثلا اللي هي سالب ثلاثة وستين ثم بدأت مرة ثلاثة ترقع إلى سالب سبعين سالب سبعين هل استوى شيء هنا؟ لا ما استوى منبه ستجد هذا السؤال في الاختبارات أما لو قال لي سالب سبعين ثم سالب سبعين ثم سالب خمسة وخمسين ثم موقب أربعين فأنا أقول أنه مر سيال عصبي مر في اتقاه سيال عصبي لماذا؟ لأنه وصل حد العتبة وقاوزه أما الأول اللي الآن تكلمت عنه ما وصل حد شدة العتبة فمن خلال السؤال أستطيع أن أوظف هذا الكلام وأصل إلى الإقابة التي هي مطلوبة وأستطيع أن أستنتق من خلال معلومات الكتاب ومن خلال السؤال الذي معي فواضح الآن أنه لا تحدث استقابة تتحول خلية من قهد راحة إلى قهد فعل طبعا هي ما هي الآن في الراحة فمعنات أنها ستبقى في الراحة لأن هذا المؤثر الآن ما وصل حد العتبة ما وصل حد العتبة فالإقابة هي لا تحدث استقابة لهذا التنبيه لو سئلت لماذا لأنه ما وصل حد شدة العتبة نأتي إلى سؤال آخر وأفكار أخرى اللي هو في سؤالنا اليوم طبعا هناك درست أقسام الجهاز العصبي وهذا على أقسام الجهاز العصبي جزء من الدماغ يسيطر على نبضات القلب نبضات القلب في القسم في القسم يرمز له في الشكل التالي بالرمز نبضات القلب أعتقد في الكتاب أن هناك عندنا أربعة أشياء ذكرها اللي هي تابع القذع في الكتاب القذع ذكر في آخر الصفحة في آخر الصفحة عندك كلمات أربعة أنه هناك وظائف مهمة يسيطر عليها قذع الدماغ وهي واحد ضغط الدم نبضات القلب التنفس تنفس البلع ستجد آخر كلمات في الصفحة في أقسام الجهاز عندما يشرح عن القذع إذن هذا الكلام لأنا الآن أتكلم عنه نبضات القلب هذه في القذع أنت لابد أن تأتي هذا طبعا أكثر حفظ هذا الدرس لابد أن تأتي إلى الكلمات التي موجودة تتكلم عن مثلا المخ المخ هنا معنى رمز إيه هذا المخ طيب هذا بي هذا بأي شيء هذا تحت المهاد لاحظ هنا تحت المهاد تحت المهاد موجود معكم في الصفحة التي بعدها في الكتاب التي هي الآن عند القذع الصفحة التي بعدها ستجد في الأعلى كتب لك أنه تحت المهاد يعتبر مركز القوع والعطش وتنظيم درجة الحرارة لأن الآن تتكلم عن بي أنا الآن ما كتبنا عن هذا معناته ليست بي وليست إيه لأن المخ يسيطر على عمليات حسية وعمليات حركية هذا موجود معك في الكتاب وهذا المخيخ والمخيخ عندكم مظيفتين موجودة معك في الكتاب نفس الشيء فلابد أن تحفظ هذا الكلام ولابد أن تعلمه وإذا سئلت عنه تكون تعفل الجواب طبعا الجواب هنا أين الجواب هنا هذه لأن هذا دا سي مخيخ والبي تحت المهاد وإيه عبارة عن المخ طيب ودي عبارة عن القذع دي عبارة عن القذع فإذا سيكون الجواب هنا معنى دي لأنه هذا الجواب خاص بالقذع وسيكون الجواب معنى دي لأنه هو سألني في سؤاله عن نبضات القلب نبضات القلب لو قال لتنفس وقال لي اللي هو ضغط الدم وقال للبلع هي ستكون كلها تابعة للقذع تابعة إلى القذع سؤال آخر طبعا هذا السؤال على درس العين وأنت درست العين من أعضاء الحس ودرست كيف ينتقل الضوء ورحلة الضوء من بداية العين حتى نهاية العين هذا درسته ومر عليكم وأكيد أنتوا عرفتوا أنه قرانية ثم قزحية ثم عدسة ثم بعد ذلك يسقط بعد التقويف سيسقط في الشبكية والشبكية درسته عنا أنه فيها عصي وفيها مخاريط وكل وحده ودوره ونحن سناتي الآن لأسئلة حول هذا الموضوع لكن الآن معنا شيء آخر هنا هذا الشكل لاحظوا الشكل هذا قال البديل الصحيح الذي يعبر عن الحالة A و B والعلاج المناسب لها في الشكل التالي الحالة A والحالة B هنا ماذا أنظرنا ما الذي يهمني في هذا السؤال يهمني أن هذا ضوء آتي إلى العين يهمني في السؤال مكان تجمع الضوء أنا أركز على مكان تجمع الضوء لأنه عندي في الكتاب أعطيت حالتين حالة الأولى يسمى قصر نظر والحالة الثانية طول نظر لذلك البدائل هذه تتكلم عن هذا الموضوع طول النظر و قصر النظر طيب الآن تركز الضوء هنا أسوي لك خط منقط حتى يتضح لك هذا مكان تركز الضوء هذا ماذا سيكون؟ سيكون قصر نظر فهذا أمام الشبكية قصر نظر فأكتب هنا عندي قصر نظر و قصر النظر بمعنى أنه تركز أمام الشبكية العلاج ما هو العلاج لقصر النظر؟ في الكتاب موجود معك عدسة مقعرة عدسة مقعرة ما شاء الله مخرقنا نتابع الحلقات و عارف الدروس ولهذا يقاوب معنا فهذا قصر النظر عدسة مقعرة العلاج و هذا شباب موجود معكم في الشكل في الكتاب و بالنص مذكور فقط عليك أن تركز في الأشكال و كثيرا ما أتى تسلت اختبارات حول هذا الموضوع اللي هو قصر النظر و طول النظر قصر النظر و طول النظر طيب نأتي إلى الشكل الآخر لاحظ تركز الضوء أين يكون؟ خلف الشبكية و خلف الشبكية هذا طبعا عبارة عن طول طول النظر طول النظر و العلاج ما و العلاج عدسة محدبة عدسة محدبة هذه عدسة محدبة فأبدأ أنا الآن هنا أذهب بعد ما حللت و بعد ما عرفت و من خلال معلومات الكتاب اللي معكم الآن و موجودة درس العين بإمكانك أن تفتح الكتاب سأبدأ إلى اللي هو البدائل التي أعطيت إياها و أبحث عن التي يتناسب مع تحليل أنا للكلمات التي أعطيت إياها الحالة إيه؟ قصر نظر الحالة إيه قصر نظر إذن هذه هذه أو هذه طيب طيب اللي بعده سيوضح لأكثر اللي بعده عدسة هذه مقعرة صح؟ إذن هي ستكون الجواب هذه اللي هي دال دال قصر نظر عدسة مقعرة طول نظر عدسة محدبة اللي يبي طول نظر عدسة محدبة فيكون الجواب دال وكذا كان وصلت إلى الإجابة المطلوبة من خلال تحليلي لكلمات السؤال ومن خلال نظري للشكل نكمل اللي بعده ونأتي للسؤال الآخر الذي هو الآن معنا السؤال رقم سبعة الجزء الذي يشترك مع المخيخ في الوظيفة يشار إليه في الشكل التالي بالرمز أنا لما أذكر المخيخ ويشترك في الوظيفة أذهب إلى المخيخ وأذهب إلى الأذن وأحاول أن أصل وإن تدرست هذا الكلام ومر عليكم وكله سهل بس مقرد أن يحتاج لك أن تكون ذاكرت وعلمت الكلمات اللي كتبت لك في الكتاب فأنا أعطيت هذه الأشكال أي واحد من هذه الأشكال له علاقة بالمخيخ ما هي وظائف المخيخ؟ وظائف المخيخ موجودة معك في الكتاب أنه يستقبل سيالات عصبية حسية من النخاع ويرسلها إلى من؟ يرسلها إلى المخ طيب وسيال عصبي حركي من المخ إلى المخيخ ومن المخيخ إلى النخاع ومن النخاع إلى أعضاء الاستقابة طيب هذا وظيفة الثانية هي اللي مربط الفرص معنا اليوم الوظيفة الثانية في هذا السؤال توقيه الحركة وحفظ التوازن توقيه الحركة وحفظ التوازن كلمة التوازن مرت علينا في المخيخ ومرت علينا كلمة التوازن في الأذن هناك عضو في الأذن مر عليكم وكان له علاقة بموضوع التوازن ما هو؟ هو القنوات الهلالية بإمكانك تفتح درس الأذن وتجد عن القنوات الهلالية ستجد أن الأذن بعد ما شرح عن السمع انتقل إلى نقطة أخرى اللي هي التوازن قال توقيه في الأذن قنوات هلالية تحتوي على خلايا شعرية تتحسس وضع الرأس بالنسبة إلى القاذبية الأرضية فهنا معنى نحن لهمنا الآن أنه كلمة التوازن إذن هذه التوازن هنا القنوات الهلالية والقنوات الهلالية هي عبارة عن بي فدي عبارة عن القوقعة لابد أن تعلم أجزاء الأذن وانت درستها لابد أن تعلم أجزاء الأذن ووظيفة كل جزء ورحلة الموقع الصوتية منذ بداية إلى نهاية كما قلنا رحلة الضوء داخل العين كذلك يجب أن تعلم حركة الموقع الصوتية وكيف نسمع الأصوات هذا لابد أن تعلمه وهذا مشروح معك في الكتاب وشرح لك في خلال الحلقات الماضية أن هذا الضوء يبدأ من صنوان ثم إلى القناة السمعية ثم الطبلة الطبلة تهتز من اهتزاز الطبلة تتحرك ثلاث عظيمات الأول مطرقة والثاني السندان والثالث الركاب وبعد الركاب طبعا توجد النافذة البيضاوية ثم بعد ذلك إلى القوقعة والقوقعة فيها مستقبلات والمستقبلات ترسل رسالة إلى الدماغ طبعا والدماغ يحلل ثم يعطي الأذن الصوت كاستقابة أما هذه الثلاث القنوات التي هنا معنا وضعت لها بيه هي مختصة بموضوع التوازن وتحسس وضع الراس الإنسان يروح للقبل مثلا يطلع قبل يحس أنه في أذنيه يتغير السمع هذا نتيجة الآن تحسس وضع الراس تغير وضع الراس اللي هو أثناء صعوده إلى القبل فيكون القواب معنا هو بيه يكون معنا القواب هو حرف بيه لأنه طبعا هذا اللي هو موضوع القنوات الهلالية والمخيخ بين علاقة في الوظيفة اللي هي التوازن نكمل اللي هو الأسئلة نأتي إلى السؤال الثامن يوضح المنحنى التالي التغيرات التي تحدث في غشاء الخلية خلال قهد الفعل النقطة التي يمكن للخلية أن تستقبل فيه منبه الثاني منبه الثاني يشار إليه بالرمز لاحظ معي أنا أرجع إلى الشكل كل قتلك من قبل بأنه نابد أن نرجع إلى الأشكال الأحياء اختباره ستأتيك فيه أشكال ورسومات ربما من الكتاب وربما خارج الكتاب ولكن ثق بأنها لن تخرج من أفكار ومعلومات الكتاب لأنك أنت في الأول والأخير مطالب بما هو موجود في الكتاب فهذا الشكل معنا أتى المنبه الأول لاحظ هنا معنا المنبه الأول طيب ارتفع المنحنة هل وصل حد العتبة؟ نعم وصل حد العتبة لاحظ الاتفاع هذا يدليل على أنه وصل حد العتبة طيب لآخر الاتفاع فيه ثم بدأ المنحنة ينزل في بي ثم هنا سي بدأ يرتفع ثم رجع إلى البداية هذا البداية وصل في دي الآن سؤالي المكان الذي تستقبل أو النقطة التي يمكن للخلية أن تستقبل فيه المنبه الثاني هذا المنبه الأول في أي مكان؟ هل في اي ولا في البي ولا في السي ولا في الدي القواب القواب سيكون في الدي لماذا في الدي لماذا في الدي لأنها رجعت إلى جهد الراحة طيب في الاي والبي والسي ماذا كانت؟ كانت الآن هي قد تأثرت بالمنبه الأول دخلت لأن اي في اي خرقت الكي في البي بدأت المضخة تعمل وعادت الوضع في السي جميع هذه لا يمكن أن تستقبل منبه آخر حتى تعود إلى جهد الراحة عندما تعود في الدي مرة أخرى إلى جهد الراحة هنا فقط يمكن أن تستقبل فيه الخلية منبه آخر هنا فقط أما سابقا فلا يمكن لا يمكن أن تستقبل منبه آخر ولهذا السبب قالوا عندك في الكتاب بفترة القموح فترة القموح هي الفترة الواقعة بين منبه ومنبه أنا هنا أستطيع أن أقول بأن هنا مكان المنبه الثاني العودة إلى الراحة هنا فقط مكان المنبه الآخر فإذا رجعت إلى الراحة هنا يمكن أن تستقبل المنبه الثنين أما هنا فيمكن أن أقول أنها الآن في فترة القموح والفترة الواقعة بين منبه ومنبه هي الواقعة الفترة بين منبه ومنبه هناك كتب تقول أو تشير إلى أن القموح هنا وربما أتت أساسة اختبارات طبعا هذا ليس بخطأ لأن هذا داخل من ضمن القموح داخل من ضمن القموح ولكن 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 في الأ إذا أتى المنبه لا تستقبل الخلية في البي إذا أتى المنبه لا تستقبل الخلية في الس إذا أتى المنبه الثاني لا تستقبله متى تستقبله حتى إذا عادت إلى الراحة فالجواب سيكون في الدي والدي هي الفترة التي يمكن أن تستقبل فيه منبه آخر بعد التنبيه الأول ننتقل إلى السؤال الآخر من الشكل التالي ما الرمز الدال على مستقبلات التدوق الخاصة بالقواعد وكلوريد الصوديوم القواعد طبعا ربما بعض الطلاب يقول لي هذا القواعد احنا ما درسنا الشكل ما موجود لا موجود في الكتاب القواعد ستجد هناك المر ما بين قوسين في الكتاب مكتوب القواعد هذا المر طيب كلوريد الصوديوم عبارة عن ماذا عبارة عن ملح اذا انا اختار المر والملح اختار المر والملح اختار واحد من هذه طيب المر ماذا سيكون المر سيكون إي وهذا موجود معك في الكتاب المر عبارة عن إي فابدأ الى الإي الملح ماذا سيكون أر فانا اختار إي وآر فاداب هنا معي الى البديل اللي يعطيني إي وآر اجده ألف فأكتب إي آر ألف طيب نكمل حديثنا يوضح الشكل التالي براعم التدوق في اللسان البديل الذي يعبر عن الرمز A و B A و B الرمز A و B البديل الذي يعبر عن الرمز A و B لاحظ معي A هذه و B هذه و أنا أعطيت الإختار أنا أحاول أن إذا كنت ما أعرف ما شفت شكل الأكتاب ما ميزت شكل الأكتاب أنا أذهب إلى أي شيء أذهب إلى معطيات يمكن من من أعطيت إياه في البداية لأقدر أتوصل للإيقابة فعندي خلايا تذوق أنا الآن عندي أي شيء ذي هذه أي شيء براعم التذوق إذن هذه خلايا التذوق معناتها يمكن تكون إيقابة أنظر إليها خاصة أن هذه بي موجودة داخل طيب هذا يش هذا يكون ماذا يكون هذا هذا ثقب التذوق أرجع إلى الكتاب هذا الشكل طبعا طلاب في الأشكال ما مطلوب بعض الأشكال أنه يرسمها لكن ما يعني أنه ما مطلوب أنه ما تجي في الاختبار لا ستأتي في الاختبار كما هذا السؤال الآن هذا من أين أخذنا هذا الشكل موجود معك مثله في الكتاب فحاول أن تنظر لأي شكل في الكتاب لأنه يمكن أن يأتيك في الاختبار ويأتيك منه سؤال كما الآن معنا طيب هنا عندنا خلايا حسية وهنا عندنا خلايا موصلة هل يمكن هذا فيها خلايا موصلة؟ طبعا لا لأن الخلايا الموصلة أين توجد؟ في الجهاز العصب المركزي تكثر هناك تكثر هناك وهنا خلايا دعامية نحن ما ذكرت معنا خلايا دعامية وإن كانت موجودة طيب خلايا حسية خلايا تذوق نأتي هنا هذه بي ماذا ستكون؟ بي عبارة عن خلايا تذوق الطعام عندما يأتي سيدخل من هنا وسيدهب من الثقب في البراعب في اللسان وسيأتي لهنا تستقبل هذه خلايا هذه الخلايا هي خلايا التذوق ثم هنا عبارة عن ماذا؟ من خلايا التذوق ستخرج خلايا حسية وللاحظ الكتاب هذا الكلام كتب في الكتاب معكم خلايا حسية إذن القواب هنا عندنا أنه ستكون البي خلايا تذوق البي خلايا تذوق وعندنا الـ خلايا حسية بمعنى إنهجيم بمعنى إنهجيم خلايا حسية وخلايا تذوق خلايا حسية وخلايا تذوق فهذه هي الإقابة التي هي طبعا الإقابة الصحيحة لهذا السؤال فكما قلنا دائما لا تستعقل في الإجابة انظر إلى الأشكال التي ستوصلك إلى الإجابة الصحيحة وحاول أن تتوصل إليها وكما قلت لك جميع الأشكال في الكتاب مهمة عليك أن تركز عليها عليك أن تنظر إليها عليك أن تحفظ بياناتها إن كنت لا تحفظها رسما فكثير من الطلاب ينسى هذه النقطة وعندما يأتي في الاختبار يقولوا ما كنت تظن أن هذا مهم وأنه لازم أعرفه وقالنا على سؤال في الاختبار وما قدر تحله وراحا الدراجات فأنت لا تضيد أن تضيع دراجاتك قبل أن تدخل الامتحان دائما عليك أن تعرف وتحفظ الكتاب من أوله إلى آخره وتفهم جميع الأشياء الموجودة فيه نأتي إلى الأسئلة المقالية ادرس الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة لاحظ معنا هذا سين وهذه صاد وهذا الشكل هذا الشكل طبعا هذا الشكل الشباب أتى مثله في سنة من السنوات في الامتحان إذا رقعت الاختبارات النهائية مثله بالضبط أنا بعد أن نزد فيه شيء يسهلك المعلومة في الاختبار غير موجود هذا في الأسفل هذا ما كان جاء في الاختبار طيب السؤال معنى ماذا يمثل منحنى سين وماذا يمثل منحنى صاد في الشكل شوف الشكل المنحنى سين والمنحنى صاد بس تكتب ماذا يمثل في الاختبار نرقع إلى الشكل حتى نعرف ماذا يمثل شوف معنى هنا هذا معنى سالب سبعين ثم ارتفع المنحنى من واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى ثلاثة ومن ثلاثة إلى أربعة ومن أربعة إلى خمسة خمسة رقع قهد راحة كما درسنا وكما شفنا الآن الأشكال لكن أنا أعطيت منحنين غيرهم بألوان في الامتحان ما يقى ألوان في الامتحان أعطي خط منقط في الاختبار الخط المنقط هذا حتى يوضح له هذا عندي الخط الأول وهذا الخط الأول لأن هذا لونه أحمر وهذا لونه أخضر اليوم بس فقط نحن مراجعة لكن في الامتحان ماشي ألوان الآن تقضي توصل الإقابة بسرعة لكن في الامتحان لا ما هو السين وما هو الصاد ماذا يمثل السين وماذا يمثل الصاد السين السين هذه عبارة عن دخول الـ N-A دخول الـ N-A الـ N-A عندما يبدأ تحول قهد فعل ستبدأ بالدخول إلى داخل خليل عصبية السين دخول الـ N-A والصاد خروق الـ K هذه حتى الشكل اللي تحت وعطيت لي هذا السين والصاد السين والصاد فالسين دخول الـ N-A والصاد خروق الـ K لاحظ معنى أن هذا الكلام أعطته إياه ربما طالب يسألني يقول كيف نعرف هذا دخول الـ N-A وخروق الـ K يعني ما شيء واضح معنى ما شيء واضح لو هذا ما ما أعطيني إياها في الأسفل أنا رأس منها ماذا سيكون وكيف أعرف الجواب أنا أقول لك كيف أول شيء الزمن الزمن واحد من العوامل اللي يمكن تعرف منه الجواب هذا الزمن لاحظ أنه السين ارتفع قبل عن الصاد وإحنا عرفنا أنه الـ N-A تدخل قبل عن من عن الـ K فالزمن البداية البداية كانت لدخول الـ N-A ثم بعد ذلك لخروق الـ K هذا الشكل العام اللي هو بالأزرق أما للشكلين الثانية فكأنه عبارة عن منحنة للـ N-A ومنحنة لمن لـ K منحنة لـ K فإذن هنا القواب سيكون عندنا هو السين عبارة عن دخول N-A والصاد عبارة عن خروق K نكتب هنا دخول أيونات N-A موقب هنا أقول خروق أيونات K موقب المنحنة هذا صاد المنحنة صاد خروق أيونات K في الامتحان قد يكون العكس K في العكس يعني الصاد حال N-A والسين حال K أنا ما يهمني الآن للرموز لكن في الامتحان بعض الطلاب يظن بما أنه سين وصاد يروح حال السين يظن أنها قبل فيقول هذه دخول N-A والصاد خروق K مع أنه يمكن هي معكوسة في الامتحان فركز في هذه الأشياء ركز في هذه الأشياء في أثناء الامتحان لأنه كثير من الطلاب واطق واحد واثنين وهي معكوس الواحد حال شي غير واثنين حال شي غير الطلاب مرة ينظر لواحد أنه يبدأ البداية فيكتب واحد كذا بمرحلة واحد واثنين نعكس نكتب هنا تحت واحد وفوق اثنين فبعض الطلاب تلقى يظن واحد اللي في الأعلى واثنين هنا فيحل بدون أن ينظر إلى الرقم فيكون عارف القواب لكنه كتب في المكان الخطأ فيتروح عليه الدرقة تذهب عنه الدرقات وبعد ذلك يقول يا ليتني أنا لو انتبهت ونظرت للسؤال فما زال الوقت معك في الامتحان الأمر بيدك بعد ما تسلم الورقة خلاص الأمر ليس بيدك الآن للمصحح الذي سيصحح لك ورقة الاختبار وهو طبعا سينظر للنموذج واحد ماذا ستكون واثنين ماذا ستكون نأتي لسؤال آخر تتراوح قوة الأصوات التي نسمعها بين ثلاثين ديسيبل وثمانين ديسيبل طبعا ثلاثين عبارة عن همسة يعني صوت بسيط وثمانين عبارة عن صوت مزعق وصاخب بينما تتراوح تردداتها بين عشرين هيرتز وعشرين ألف هيرتز تردد طيب هذه الآن نأتي وقد أقري التجربة لأذن إنسان بحيث تم تعريضها لعدة منبهات صوتية مختلفة مختلفة الترددات وقد دونت النتائج في القدول التالي هذا الآن نشوف ادرس الشكل ثم أقبل عسيدة المنبي الأول كان التردد عشرين تتراوح كم الترددات عند الإنسان هذا مهم نعافة نحن قلنا نركز على كل شيء في السؤال بينما تتراوح تردداتها التردد بين كم بين عشرين وحتى عشرين ألف يعني الإنسان سمعه يكون من عشرين هيرتز إلى عشرين ألف إذا أقل عن عشرين هيرتز ما يسمع الإنسان وإذا أعلى عن عشرين كذلك لا يسمعه الإنسان فإذا معنا تتراوح الأصوات من عشرين إلى عشرين ألف وهذا موجود معك في الكتاب في معلومات تهمك نحن الآن ما يمنى هذه المعلومة ما أعطينا إياها لكن نريد في أسئلة التي أتت حول المنهج التي موجود معنا وقال لك هناك أن الدلفين يسمع أصوات 150 ألف الدلفين أي أنه عنده قدرة أكثر عنه أما الإنسان فعشرين ألف طيب ناتي وقد أقريت تقريبة لأذن الإنسان بحيث تم تعريضها لعدة منبهات صوتية مختلف الترددات وقدمت نتائج الأول عشرين عشرين واصل الحد ولا ما واصل واصل لأنه بدأ من عشرين أنا السؤال أعطاني هذا المعلومة طيب اثنين كم اثنى عشر ألف واصل هذا واصل ثلاثة ألفين واصل لأنه أنا بين عشرين وعشرين ألف من هنا أنا قلت هذا الكلام من السؤال في كثير من الأسئلة للطلاب قد يكون ما من الكتاب معلوماته يعطيك يا هو في الاختبار ويريد يقيسك مدى فهمك هل أنت تفهم هذا الكلام اللي مكتوب ولا ما تفهم ولا مقرد إنك حافظ حافظ بس وما عارف تحلل وتميز هذا الهدف من السؤال قد يكون هناك أسئلة بسيطة مستواها تذكر وقد يكون هناك أسئلة اللي هي أعلى هي استنتاج واستنباط تتوصل إليها فأنت في الامتحان تعطى هذه الأسئلة وتعطى هذه الأسئلة ويطلب منك أن تصل إلى الإيجابة وهذه أربعة عبارة عن خمسة هذه واصل ولا ما واصل ما واصل فقال أي من التنبيهات لم يصل إلى حد شدة العتبة أربعة عشان نكسب الوقت فالسر لماذا لم يصل لأنه ما وصل إلى الحد الأدنى لأنه هذا الحد أربعة ما وصل إلى حد شدة العتبة وحد شدة العتبة وليسمح بمرور رسالة فلا تمر رسالة فقل قواب المنبه أربعة ونظرا لماذا حتى نكسب الوقت لأنه طبعا لم يصل إلى حد شدة العتبة لأنه يتراوح بين كذا وكذا أي من التنبيهات لها أكثر سرعة في النقل أكثر سرعة في النقل أتقول لي أكثر واحد في السرعة أيهما اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة أربعة طبعا ما وصل إذن هذا ما موضوعنا الآن خلاص بقى هذا وهذا وهذا طيب أيهما أسرع الجميع بنفس السرعة واحد واثنين وثلاثة واحد يقول لي كيف هذا عشرين وهذا اثنى عشر ألف وهذا ألفين الكلام معطي أنت في الكتاب كتب لك بأنه وصل حد شدة العتبة إذا وصل حد شدة العتبة فإن السرعة لا تختلف باختلاف قوة تنبيه وإنما هذا يختلف قوة الاستجابة فالسرعة لا تتغير بتغير شدة التنبيه فهنا تغير التردد شدة تنبيه تغيرت ما تتغير مع السرعة وهذا الهدف من السؤال أنه قال لي أيهما أكثر سرعة الثلاثة نفس السرعة وأيهما أقوى استجابة أقوى استجابة اللي هو اثنى عشر ألف لأنه يكون التردد أعلى فانسمعوا الصوت أعلى هذا سماع الصوت هذه قوة استجابة أما السرعة في النقل فهي نفسها السرعة في النقل هي نفسها للثلاثة الأولى وطبعا الرابع ما وصل حجدة العتبة سؤال آخر وأنحله بسرعة نفس الشيء حتى نكسب الوقت مخرقنا يقولنا أنه خلاص هذا آخر سؤال فنحاول أن نجيبه معكم والشكل المقابل يبين حالة الخلية العصبية أثناء مرور سيال عصبي إدرسوا جيدا ثم أقبل عن الأسئلة أنا الآن أجيب بسرعة حتى نكسب الوقت عندنا سين صاد عين لام ألف أكتب حات قهد الخلية في المنطقة لام لاحظ هذه المنطقة لام هذا هنا موجود موجب نفس الشيء هذا في أي قهد راحة هذه راحة طيب صاد في أي قهد صاد هذه لاحظ معي صاد أنا أعرفه من الإشارة من الإشارة أعرفه هذا صاد عبارة عن قهد فعل طيب سؤال آخر ما الأيونات مشاهبة الأرقام واحد واثنين واحد عبارة عن أن أي لأنها تدخل إلى داخل وهذا موجود معكم في الكتاب اثنين عبارة عن أي شيء عبارة عن كي موجب طيب ماذا تتوقع أن يحدث المنطقة سين بعد فترة من الزمن المنطقة سين هذه بأن المنطقة التي قبلها كانت في قهد فعل فمعنى هذا الكلام أن المنطقة سين سوف تتحول إلى قهد فعل لماذا؟ بسبب استثارة المنطقة السابقة لها المنطقة السابقة لها وأنا الآن قاوبت لك بسرعة لأن الوقت ينضي بسرعة علينا نطلب من مخرجنا آخر سؤال طبعا أنه يعطينا إياه كوقت حتى يستفيد الطلاب من السؤال ادرس الشكل التالي ثم أقب عن الأسئلة هذا الآن رجل ينظر إلى هذه الوردة شوف لاحظ أنه نظر إليها وراءها لأنه أعطاك صورة كأنه في مخيلته الآن ينظر الصورة الآن ما نوع المستقبل الحس للضوء المنعكس في شبكية العين من الزهرة الموضحة بالشكل ما هو نوع المستقبل؟ المستقبلات نوعين المستقبل نوعين إما عصي وإما مخاريط هذه الزهرة الآن زهرة ملونة في وقت النهار يعني الصورة توضح هذا الشيء إذن ما هو المستقبل؟ المستقبل المخاريط وليس العصي لأن العصي في الضوء الخافت والعصي لا تتحسس الألوان والعصي لا تتحسس الألوان طيب آخر سؤال المخطط التالي يوضح مسار السيال العصبي الحسي للضوء المنعكس من الزهرة ماذا سيكون القواب هنا عندنا؟ ما الأجزاء التي تشلها الأرقام واحد واثنين؟ علما بأنهما من مكونات الجهاز العصبي المركزي سيكون معنا الشبكية بعد الشبكية ستذهب إلى من واحد واثنين من مكونات الجهاز العصبي المركزي سبعا ستكون معنا حتى تصل إلى المخ أول شيء سيكون معنا النخاع المستطيل النخاع المستطيل والثاني ماذا سيكون؟ المخيخ وهذا الكلام ستجد كما قلت لك في المخيخ مكتب لك أنه هذا المخيخ يستقبل من نخاع المستطيل الوارد إليه من العينين والأذنين والمفاصل والعضلات والأوتار هل الخمسة ذكرت لك؟ تذهب إلى النخاع المستطيل ومن النخاع المستطيل إلى المخيخ ومن المخيخ إلى المخ هذا سيال عصبي حسي والعكس سيال عصبي حركي طبعا أشكركم أعزائي الطلبة على الاستماع أسأل الله أنكم استفدتم من هذه المعلومات وأنكم أخذتم معلومات التي تناسبكم بفهم المادة العلمية إلى أن ألقاكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا